اشتباكات وصفت بالعنيفة تخوضها القوات الأمنية والعراقية ومقاتلو الحجد الشعبي وأبناء العشائر السنية في محيط مدينة الرمادي ضد مقاتلي تنظيم داعش مراسل الحرة في بغداد أفاد باحتدام المعارك في مناطق الثرثار وعنقور والمضيج وبتقدم القوات الأمنية في حي التأميم جنوبي الرمادي مصادر أمنية عراقية أكدت قتل عدد من انتحاري داعش حاولوا التسلل إلى مناطق تمركز القوات الأمنية العراقية في الأنبار فيما أفادت وزارة الداخلية العراقية بتشكيل قوات طوارئ تضم ثلاثة آلاف من أفراد شرطة الرمادي وهم من ابناء المدينة الذين انسحبوا من مواقعهم عند دخول داعش ومن المفترض أن يقوم هؤلاء بمسك الأراضي التي تتمكن قوات الجيش والحج الشعبي من تحريرها وزارة الدفاع ذكرت في بيان لها أن طائرات سلاح الجو العراقي قصفت مواقع في محافظتي الأنبار وصلاح الدين ما أسفر عن تدمير مقرات ومعدات مسلحي التنظيم ومقتل عدد كبير منهم هذا وشهدت محافظة الأنبار أيضاً سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الأمنية إثر هجومين انتحاريين استهدفا قاعدة عسكرية في المحافظة ومع استمرار العمليات العسكرية غربية وشمالية البلد ما زالت بوابات بغداد تشهد استمرار تدفق النازحين من المحافظات التي يوجد فيها داعش إلا أن المخاوف الأمنية وتجديد إجراءات الدخول إلى العاصمة زادت من معاناة العائلات النازحة هذا وأفادت مصادر محلية بأصول قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى منطقتين البغداد وحديثة قادمة من كربلاء بعد صراخات استغاثة أطلقها سكان تلك المناطق خلال الأيام الماضية